السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اهلا بكم حبيبي في قناتي قناتنا الضغزازة يريد ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك وما تنسونيش تفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي تعالوا بقى ان تسمي الله كده ونشوف انت عملتنا النهاردة ومشاهد انا عملتلكوا اكلة مختلفة عملتنا يا مشاهد عملتلكوا المبكبكة الليبية اللي ايه ليبيا مشتهرة بالاكلة دي على طول تعالوا شوف بقى الجمال بتاعنا ايه الجمال ده والحلوة دي والله تسلم ايديك يا مشاهد انا بصراحة كنت طحفة جدا 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 ايه رأيكم بقى شوفت قدق جمال شوفت طاجل مقرونة على كيف كيف كيعني وايه كله في حالة واحدة في حالة واحدة ولا توسخي حاجة ولا اي حاجة رأيكم تعالوا بقى انتشوف كده مع بعض الكونات بدعاتنا نسلم الله ونصلى على الرسول اللهم صلوا وسلم وبرك على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ملحي لديك ملحي né conformar خدمة ملحي لحمة قام له jap 어묵 اع Satina rang الفلف الأصمر بغارات اللحمة وملح وعندي طوم وعندي بصل وقارنفلفل رومي وقارنفلفل حامي مشطشط نار لأن المواجبجة دي بتتاكل تكون مشطشطة هي أسان أكلة شتوية على فكرة يعني يعني تاكلها من هنا وإيه تلاقي الدنيا كلها بقى تحر ونار من هنا تعال بقى نسمى الله كده ونبتدي بقى طبختنا بسم الله الرحمن الرحيم انا اول حاجة هجيب التوم هخرطه زي ما احنا شايفينه كده ايه ايه قطع صوية ما فرمتوش انا مش عزي مفروم انا عزي اللي انا ايه اقطعه كده قطع زي ما انتو شايفين لأن الاتأكلة دي تروحها في التوم طبعا انا التوم دوات هاخد منه حبة تمام هتعمل بميوم مشاهد هنقول لك انا بميوم ايه انا مش هحط كل التوم مستوي لأن اقرب المجاة هحط الماكرونا هحط التوم اللي انا شلته ده تمام وهجيب البصلاية هقطعها زي ما انتو شايفين وهجيب طماطمية اقطعها وهجيب الفلفل روليوها رفومي اقطعه بس الفلفل الحامي انا هسيبه كده ايه زي ما هو ايه مش هقطعه علشان خطر هنزله في قلب الماكرونا واللحمة وهي بتستوي كده تمام زي ما احنا شايفين ما تسرعش بقى وحطه لايك كده وسمهاي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك يا افضل الصلاة والصلاة هقطعه تمام وهجيب ما احنا شايفين ايه قطعه صغيرة فكرة ليبيا مش شهرة باكلة المباكبكة دي انا بحب بعملها في الشيطة قوي 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 يعني بتبقى طعمها جميلة 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 بتبقى ايه ما هي بتاكلش اللي سخنة على فكر المباكبكة دي يعني حلاوتها تطف عليها من هنا تقوبها هتاكلوها على طول لكن قلت اللي انت تزخنيها وانها تبرد وكده تبقى اشحل وخالص تبقى حلاوتها اللي هي سخنة طبعا بقى خلصت كل حاجة هنزل بالتوابل كده وانزل بقى ايه اه ادخر كل الميكونات ببعدها بايدايا كده هنزل ايه هفرق في الحاجات دي كلها كده لشان خلاهم ينزلوا العصارة المية بتاعتهم زي ما احنا شايفناه في البصل وفي الطماطم وفي الفلفل وفي الطوم كل يطلع الرواح الجميلة بتاعت التوابل بتاعت بالطوم بالبصل بالفلفل كده كترحيتها جميلة جدا 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 يعني زي ما انتو شايفين انا انا عملتها هوت دخلت المكونات كلها في قلبه بعضها هجب بقى اللحمة بتاعت زي ما احنا شايفين لا اله الا انت سبحانك انه كنتم من الظالمين المهم احلى حاجة بقى في الاكلة ديت اللي مفيش فاق اكل محروق شفت بقى يا خصارة لو كان فاق اكل محروق كنا بقى عرفنا نتكلم ونقول لكن مفيش فاق اي حاجة محروق يلا بقى اللي سامحني بقى من ستاسبها تتحرق طبعا اللحمة انا حطتها هي طبعا دخلتها في كل التوابل والفلفل والطماطم والبصل وكده هدى على همار بقى كل شوية ابسط عليها تمام اهم حاجة اللي انت تكون احطى ميا بتغلي لكي طول ما هي اللحمة بتستوي في الكاتل تمام انا طبعا الكاتل خليها مالية مياه وصيبتو يغلي على الاستاس اللي انا بزودها حبة بحبة مش بخليها تتنلى ميا لأ علشان تستوي براحتها كده ولو ما تستوي عشان اهم حطالها ايه ايه خالص تمام فبتستوي براحتها بتستوي بسرعة تمام زي ما احنا شايفين كده هي استوت معي انا جبت الطماطم بقى اللي انا فارماها علشان ايه ايه اه نعمل الماكورونا بتاعتنا طبعا انا هزودها ميا كمان على قد مقدار الماكورونا بتاعت Palm 365THTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTHTH ActionifenParis ثم هنزل بقود كوزبرة عشان ت quoted ع مفروغ تمام واسبها تغلي بعد ما تغلي هنزل بالمقرونة بس بقول ما حد رغم ما يسوخنا جنبي لانك على طول بتزودها حبة بحبة كده لحت ما تستوي فضال يقلبي فيها ما تسبهاش وتنسي وتسراحي كده لا طبعا لازم اللي انت تكون مركزة معه و ايدك على طول في التقليب زي ما انتو شايفين هنا حطات المقرونة ووية اللحمة كله 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 في حلة واحدة واشوفها بقلا كل شوية زودها شوية مياه زي ما احنا شايفين كده شفتوا التقليب تسودوا وتقلبي لحد ما هي تستوي معك الماكرونا وياكي بس اهم حاجة هي تكون فيها مياه ما بتتاكلش ناشفة الممجبجة ده اعلى فكرة لازم تكون فيها مياه كده ايه سايبة شوية كده يعني صلصة يعني بس ارأيكم بسم الله ما شاء الله جميلة 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 اكل ده احلوية اللي هي تتاكل في الشتاء تاكلها من هنا هو والنار تترفض ناك من هنا بس بقى هولوكو على حاجة هي حلوة كل حاجة وتاكليه بس بعد ساعة او ساعتين بتحس اللي بطك مهوية وجعانة متفهمين بتحساش الاكلة دي بتشبع اساسا لان اتتاكل سخنة سخنة هبا 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 كده كده بعد من المقرنة بتاعت خلاص خلصت شفت بقى انا بنا فضار في الطاجن بتاعك يا جمالك يا مشاهدي يا جمالك يا جمالك ايه التكات والحركات ده يا لاهوي يا لاهوي يا لاهوي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا هجيب عقص برا كده عشان ايه اجرنش الطاجن بتاعك ده خلي اللون ايه يعكس كده لازم نعكس الالوان بتاعك ما شاء الله ما شاء الله رأيكم صراحة طاجن طحفة طحفة انت بقى في الشت عليك وعلم بغبغة دي على طول تدفك في الثانية وينسي بقى اي بردو اي حاجة مع ارض فلفل حامي يا لاهوي يا لاهوي يا لاهوي وربنا معك بقى واثنين ملايك اهي دي الطاجن بتاعنا حبيب قلبي ودي الاكلة بتاعتنا ايه ان شاء الله رأيكم كن وصفت النهار دي عذابكم بس ترعيكم طحفة صح طلعت اسلام ايديك يا مشاهدة اه بشك على نفس بشك على نفس بشك على نفس بشاهد الفيديوهات باب اللي عليكم بشاهد الفيديوهات احسن انتو خلاص 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 اهي دي كنت وصفتنا النهار دي اتمنى كنا لاتهجابكم اريد ما تنسونش باللاك والشير والاشتراك وتنشوز تفعلوا زر الجرس والسلام